وفي السياق أيضا تواصل محافظة وسط دوران عجلة عمارها للتغلب على مزرية الأوضاع الخدمية وقد افتتح مؤخرا أكبر مشروع في مدينة الكود لتطويل البنى التحتية لمنطقة حي الحوراء بكلفة تصل إلى 80 مليار دينار ونسبة إنجاز وصلت إلى 95% حيث تحولت الكثير من الشوارع المتردية إلى معبدة ومؤهلة بالخدمات الأساسية من الإنارة وشبكات تصريف المياه هذه الشوارع كانت عبارة عن مياه آسنة هذه المنطقة كانت غير صالحة للعيش اليوم الحمد لله وسكر بهمة مهندسين الأبطال دوارنا ملاكنا المتقدم أنه نشهد إكمال البنى التحتية لدينا تقريبا أكثر من ثلاث مشاريع في مناطق حي الحوراء الأولى والثانية والثالثة تنجز بمواصفات عالية الأيام القادمة ستنجز المرحلة الثانية ستستمر الدوار الخدمية العاملة في محافظتنا العزيزة بتقديم خدماتها اليوم نقف في منطقة حي الحوراء هذه المنطقة التي شملت بأكبر المشاريع العاملة في ميليت الكوت تضمنت أعمال هذا المشروع هي شبكات لصرف الصحي سواء كانت الثقيلة أو تلك التي لتصرف مياه الأمطار كذلك تهيل شبكات الماء وأعمال الكهرباء والإنارة إضافة للأعمال البلدية التي تضمنت إنشاء الطرق والشوارع وبمساحات تصل إلى أكثر من 200 ألف متر مربع وتعتبر هذه من الكميات الكبيرة ومن أكبر المشاريع العاملة في ميليت الكوت رغم المعوقات الكبيرة رافقت إنجاز هذا المشروع ولكن رابطت كوادرنا الليل بالنهار ولله الحمد اليوم شرفنا على الانتهاء من إنجاز هذا المشروع وربما نقف اليوم في آخر شارع رئيسي حيث سيتم افتتاح شارع سيد يعقوب وأيام قليلة وسيتم إنجاز المشروع بشكل تاني طبعا مستمرين أيضا بتقديم الخدمات في هذا الحي الكريم بشكل مباشر من قبل مديرية بلد الكوت حيث سيتم إنشاء وتهييل أكثر من 18 مرطة خضراء لم تكن مدرجة ضمن أعمال الكشف الأصلي سيتم زراعة هذه المناطق خدمة اللي أهلنا وحبتنا في هذا الحي الكريم ومستمنا أيضا بإنجاز ما تبقى من مناطق غير مخدومة في مدير الكوت والتي نتوقع أن نصل لردم الفجوة بشكل تام خلال عامين فقط تم ولله الحمد إكمال مشروع حي الحوراء بنسبة 95% واليوم هنا نفتتح شارع سيد يعقوب اللي هو شارع ستراتيجي وتجاري في منطقة حي الحوراء من الشوارع التي تخدم شريحة كبيرة في المنطقة الحمد لله تم إكمال الأعمال بالنسبة 100% في الشارع واليوم بعون الله تعالى سيتم افتتاحه الأعمال بالمشروع قائمة ولله الحمد من أعمال إكسا وأعمال إنهاءات في المشروع الحمد لله وصل إنجاز المشروع إلى 95% واليوم وإن شاء الله مستمرين في الأعمال وبوثيرة عالية وإن شاء الله سيتم الانتهاء من المشروع تطوير حي الحوراء يعتبر من المشاريع الستراتيجية في المحافظة وأكبر مشروع في المحافظة بتصل قيمة المشروع إلى 80 مليار دينار عراقي إن شاء الله سيتم الانتهاء من المشروع خلال الأشهر القليلة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر